السحر اللي مبدل أو الجنة اللي مبدل قبل أن نتكلم عن هاي النوع من السحر خانتعرف عن السحر السحر من أيام البابليين والفراعنة وكان أخطر يعني هاي الزمان كان أخطر شيء أخطر لفل من لفل السحر اللي واصلينا كانوا يعبدون الكواكب وقدمون قرابين من أطفال وحيوانات كانوا في التوب ومن بعدهم أي سحر الكابالة وهذي السحر يتعلق من كل آية موجودة في التورا كل آية موجودة لها جنة أو أفريت تقدر أن تستغل وبعدين نيحق السحر الأفريقي اللي هو السحر الفودو اللي سأونا بالجماجم أو بالأصوار ومن أخطر شيء السحر المغربي السحر المغربي ماخذ من جميع أسحار العالم وميماعهم في سحر واحد وفي السحر المجازي اللي واحد بس دجال يعني مثلا يحط شيء وسيروح وحن نقرأ شيء ويطلع دخون منك أو واو هذي ياش فيه شكرا أنك شفيتني وواكلة بالدجال اللي هما عندهم خفة يد يعني وفي سحر التخيل اللي مثلا أنت أخليك مثلا تشوف زوجتك كأنها قرد وتكرهها وتنفصل منها أو أن على قلات تم جلب الحبيب مثلا أخليك تشوف واحدة حلوة وهي مهب حلوة وتزاواجها لكنني حق السحر الأسود السحر الأسود في لفلات أول لفل هو السحر الترابي يأخذ قطعة منك أو شعار أو أي شيء ويكتب الطلاسم مالت ويدفنها في التراب وثاني شيء السحر الهوائي اللي يأخذ السحر ويكتبه ويعلقه في انخلاء وأي شيء ما منه معلق في الهواء وكل ما يحرك الهواء كل ما يزيد مفعوله وفيه السحر الناري السحر الناري إنه يأخذ قطعة أو قماش ويكتب الطلاسم ويحط صورتك ويحط الشيء اللي يبي يسوي فيه ويحرقه ويأخذ الرماد ونفخه في الهواء وهي يعني لو شنو تسوي ما رح تقدر تصيد السحر وتبع طلعه وفيه السحر المائي اللي يأخذ السحر يقطع في بحر أو يقطع في نهر المهم في شيء في ماء بعدها يعني بعد صعب ومن بعدها السحر الراست هاي السحر الراست لازون أنت لفل الوحش واصل يعني مو كل سحر يقدر يسوي لأن ليش هذي السحر ما ليتعلق بالكواكب والنجوم يعني ربطك أنت مع أي كوكب أو نجم وكل ما يتحرك ذي النجم كل ما يزيد السحر مفعوله وهذي كلش كل الصعب إنك تبطل هذي السحر وهو يعني أخطر أخطر شيء أخطر شيء أملني حق الأسطورة اللي هي أو السحر المبدل هذي موجودة عند الأوروبيين وعند الخليجيين وعند المصريين عند الأوروبيين هذي إن أنت تخلي مثلا ولدك وتيجني وتبدل ولدك وتقدم ولدك قرابين للجن والجن يتهيأ بشكل ولدك والإيرلنديين شون يعرفون الطفل المبدل يعرفون أن يكون نموه مو بنفس نمو الأطفال الثانية مثلا يعني يكون نموه قير يعني مثلا تطلع له لحية وهو صغير أو أسنان فهني يعرفون أن الطفل مبدل ونسيت أقول لكم معلومة أي طفل أبرص في أفريقيا يعتبرون أن هذي الطفل طفل من الجن وأحسن شي قدمونا ذي قربان للجن وفي الخليج أن يكون مثلا إيهم واحد تعرفون أكثر أكثر السحر يكون مثلا واحد نزعم سيروح أنه عالم في الدين ويستخدم بعض الآيات علشان أنه يسوي الطلاصم أو السحر الياب به فكاني مثلا شيخ شي سوي يسوي رح أنه أحلى ويحبل هذي ويكون مثلا يوصل لفل يعني إنه لفل إنه شاو قول يعني إنه عنده كرامات فشي سوي يأخذ مثلا السحر ماله ويشوف أي واحد عنده مولود ويقط السحر عن بيت اللي عنده ذي مولود أهم شي مويتو في 6 سنوات ويخلي ولدك يصيح له لو شنو تسوي لما يسكت وإنت تتودي عن دكتور أن أي شي ما يعرفون شنو يعلاجه وهذه أكثر شي من تجر في القرى وتعرفون أن القرى أن تعليمهم محدود أو عندهم الدين مختلط أو أنه داشة عليه فؤات وحاجيكم أنه يمكن قبل 300 أو 400 سنة على يوم الأول أنه يكون ناس بسيطة وتصدق أي شي فأنت مثلا إتي ويشوفك هذه الشيخ يقول لك علاجك عن دي وألاج والدك شا ستسوي مثلا يطلب منك نوع من أنواع الدياية ويقول لك روح بيت مهجور وقبل الأذان المخر تقرى الآيات وتقول الذكر اللي بأعطيك إياه وطلاصم يعطيه ويقول لك أقبل تقرى هاي الذكر تقتل الدياية وتخل تأخذ الدم والتعشر على الطوف والمكان وتهيني وذي الريال يسوي وصدق يسوي ويلا يقول لك أنزين والخطوة الثانية يقول لك الخطوة الثانية شا تسوي تأخذ والدك قبل ما غيره بالشامس وقبل أذان المغرب وتخليه في البيت تخليه في أحدها زوائي البيت وتمشي عنه وتهي لها أقوم بصلاة لعشة فهما يصدقون ويأخذ والده ويحطه لو كنا في هاي الفترة والده يتبدل من قبل الجن أو يتقدم قرابين حق الجن ويتشكل يني على هيئة هذي الطفل فيه ويأخذ والده ويشوفها صد ساكت ووحلي وصار ومأدب لو كنا الطفل يكون غريب ويبين نهاي مهب طفلة في أحدى قراءة مصر فيه واحدة اسمها سنة فكانت يعني حامل ومستانسة مستانسة تانطر التسع الشهور بسرعة مار وكانت حاملت تقول لها تشوفي ولدش لا تخلينا أو بندش لا تخلينا بروحهم لأنه راح يتبدل قالت لها شا تخربطين علي شا تخربطين شا الخرابيط في فالمهم ماره التسع الشهور ويابد ذاك الطفل الجميل الحلو الحلو حلو مستانسة كانت أهلي وكل مرة حاملت تتيهت تقول لها لا تخلين طفلتك بروحها لا تخلين طفلتك بروحها فهي مسافة ففي أحدى الأيام خلت طفلها وراحت تعرفوا أنه في الأرياف عندهم مزارع وهالأمور يعني أظن على أقلاتهم ستة البيت لأظن تشتغل فخلت الطفل وراحت تشتغل في أمور البيت ما خلتها وياها ففي ذي أقل بفترة دخلت حاملت أول ما دخلت حاملتها طلعت الطفل بروحها ويصيح قومي أخذي الطفل وحطيه عند المنظرة وتصرخ عليها تقولها سانو تعالي بسرعة واللي أنا خايفة منها صار واللي أنا خايفة منها صار فأيات سانو قاتلهش تشفيت طفلي ما في شي قاتله طفل تنباد قاتلهش خربطين عالي قاتله تشوفي في المنظرة وأول ما شافته في المنظرة احني انجه حلطت شافت طفلها بس لونه رمادي وعيونه سود وأسنانه سود هاي نعكاسه في المنظرة احني سانو خافت قاتله شنساوي قاتله ولش تبدل من قبل الجن لازم ناخبا ودي حكشيخ فأول شي وديه حكشيخ ويلا سيقرع عليه وما فادي الشاي كان لان الطفل ميت وهي جني وساءت حالته كان شي ساوي يطلع ويشوف مثلا ديايا يأظهم من القبات ويمص دمها فكان يسوي اشياء غريبة اشياء غريبة لين ما صار الطفل منبوث كبار وما حق قبل يدارس وكل من خايف من بيت سانواء لأنه عرفوا أن طفلها مبدل وفي جني كبار ذي الطفل والمهم أنه قرر أنه يبي هو صار ريال وهو ما زال صار ما بين البشر وداخله جني فقرر أنه مثلا يتزاوج وكل من راف فراح قارية ثانية ما حد يعرفه تزاوج وكل ما ييب طفل الطفل يموت يصير قربان للجن اللي هو فيه وعاش حياته بعدين انبصل عن زوجته وعاش حياته مرعب هاي قناة تسطورة المبدل عند الخليجيين والأوروبيين وعند المصريين الأوروبيين مثل ما قلت لكم أن الجنية يتبادلة وتقادم غرابين المهم لا تحرموني من تعليقكم الحلو واللايك وتشتركون تققون علامات الزائد ونشوفكم في قصة ثانية سلام